مسائل خير وأهلاً بكم في مؤتمركم من الثاني وعشرين وأهلاً بكم في السيشن العظيم مضيئ بتاعت البيدي هم اللجنة العلمية بتاعت المؤتمر اخترتني وطبعاً يعني شكراً لهم بس ربنا يسمحكم برضو انهم اقدم الجزء الصعب دو مفروض ان احنا هنعرض دامانور إكسي بيريانس اوف بيدي طبعاً الموضوع اصعب بوجود دكتور صراح ودكتور اسماعيل ودكتور اسامة ودكتور دينا يعني ان شاء الله الدنيا تبقى ايه زريفة يعني هو انا بس في الاول كده عشان يعني الاجندة بتاعتي يعني ان انا قبل ما اخش قبل ما اتكلم عن البيدي في دامانور انا محتاجة اطلع برا شوية شويتين يعني ابص جلوبال الدنيا اخبارها ايه وبعد كده ابتدي اخش على افريقيا شوف الوضع اخباره ايه وندخل لمصر بعد كده وصل لدامانور يعني لازم الاول اشوف احنا فين منهم او هما فين مننا يعني فده الجزء اللي انا هتكلم فيه هتكلم عن ورلد وايد وبعد كده اتكلم في افريقيا وبعد كده اتكلم في مصر هو لما نقص على البيبر المنشورة هنلاقي ان فيه ورلد وايد الارمين فيجرز يعني ارقام شوية مرعبة البيبر دي هنتكلم عن ابيديميولوجي في كرونيك كيدني ديزيز ابدات عشرين اثنين وعشرين هي شوية بقى بدأت ايه يعني تنزرنا كده لحبة حاجات بتقول ان ان فيه واحد من كل عشرة في العالم عنده سيكي دي وده بتقول ان معناه ان احنا عندنا اكتر من اكتر من خمسين مليون شخص والدوايد اف سيكي دي طبعا ده الاسباب كثيرة منها الديابيتس والهايبرتنشن وان احنا عندنا ايه يعني يعني الناس بعد بتعيش بتعمر شوية الحاجة التانية اللي برضو يعني البيبر دي بتحط عنين عليها بتقول ان ان السيكي دي بقى يعني ابتدى يحتل اماكن يعني اعلى في الديس ريت يعني في سنة تسعين كان السيكي دي اللي بياخد البلس رقم ستة وتلاتين يبتدى بقى في سنة الفين وطلات واشر ياخد البلس رقم تسعت واشر ومتوقع انه في الفين وربعين يبياخد البلس رقم خمسة البابر اللي وراها بتتكلم عن الابدوميولوجيا في مديرس او اتنم البابر دي بتقول ان في اربعة مليون شخص في العالم بذوقتي بيحتاجوا رينا ريبليس منتسربي او على رينا رينا ريبليس منتسربي الاصعب ان قدهم مرة يعني فيه اربع مليون شخص دي اللي بتقول كده بيموتوا بسبب انه بسبب انه ما بيبصرواش للرينا ريبليس منتسربي وده دي تاني الارم احنا ببتدين نفكر فيه الاحسائي اللي وراها دي بتتكلم عن الكارنت والفوتشر لاندس كاب او دياليس ودي تنشرت في عشرين عشرين دي بتقول ان يعني هي اكدت نفس الكلام اللي قبل كده بتقول ان فيه يعني احنا قلنا في الحسائي اللي فاتت اربعة مليون انها بتقول ان هنا فيه خمسة او تلاتة من عشر مليون شخص على الرينا رينا ريبليس منتسربي وبتقول ان فيه تلات اضعافهم محتاجين من الرينا ريبليس منتسربي بس مش بقدروا يخدوها وبالتالي يعني فيه لو تبص معي كده على الخريطة دي الجزء اللي على اليمين ده بيقول ان في الفين وعشرة كان الناس اللي محتاجين اللي محتاجين الرينا ريبليس منتسربي عددهم تسعة وسبعة من عشرة اللي خد منهم الكلام ده اتنين وسبعة من عشرة بس متوقع في الفين واربعين ان عدد الناس اللي يكونوا محتاجين من ضياء السيد 14 مليون واللي هياخد منهم الخدمة بس خمسة ونصر طبعا اللي بياخد الخدمة دولة موجودين في البلاد اللي احنا بنسميها الهي انكم كانترس لكن في البلاد اللي هو انكم كانترس هيكون عدد الناس اللي هيلوست بسبب انهم مش قادرين يوصلوا الرينا ريبليس منتسربي هو الاكتر والبيبر بتبين ازاي الناس يعني في البلاد اللي هي الهي انكم عدد البيشنت اللي بير مليون بيبول على دياليس اكتر بكتير من البلاد اللي هي لو انكم الاحصائية او البيبر دي بسط عملت كمبرزن بين الهيمو دياليس والبروتونية لعلى اربع اصبكت يعني البيريفلانس والمورتاليتي والاكوناميك اصبكت والاكوناميك اصبكت طبعا هي البيريفلانس يعني زي ما كنا عارفين ان البيريفلانس تسعة وثمانين في المئة من البيبيوليشن يعني و البيريفلانس حوالي 11 في المئة بس وان في اختلاف في الكنترس ان في كنترس ممكن تكون البيدي عندها سوبريور وفي كنترس تانية ممكن تكون اصلاً ما لديه بيدي وهي شيء طبيعي جداً ولو دولي. الكمبرزن الثاني في المورتاليتي وهنا ابتدت تقول لنا الستادي دي ان الهيمو دياليس والبيدي اللونج ترمي سيرفايفر بتاع البيشنط يعتبره ايكوال وكمان المورتاليتي ريت في البيشنط على البيدي اقل من المورتاليتي ريت في البيشنط قاله بالغاية 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 واتاك نتحدث ليوني من البيدي وتنا Eleoxさん التحدث البي ذلك هي اعجبات تليديtea اقتصاديه تماما في البيي دي وهناك有они مستوى على الطبيعة الذي يresse� Hartov distribuire تفصيل جداً وهذه لي بيستوي على طريج المورتاليات邻هية والحوال تتحدثه فيهام combat كل المورتالي يستسعر طريق الآخر موكلة عنها في الهيمو دياليس بشكل أثرん ما هي الت tribe ambлетation أيضاً موقات لأي TP أول أن تتحدث عن شيء مرئي مثل BD. وأننا كلنا مفهود أن نركز على شيئاً مثل ذلك. الاسيكالت أسبكت قالت هو ليه أصلاً البريفلنس في الهيمو دائلس أعلى بكثير من البريفلنس في الهيمو دائلس. وابتدت تحط أسباب ثلاث أسباب رؤسيين. أول سبب أن الهيمو دائلس أصلاً إليه جداً. لأن الهيمو دائلس يعني الناس لا يعرف عن BD و الزرع. السبب أن الناس لا يعرف أن نحن كنفرولوجيست أو ناس مسؤولة عن هذا الموضوع. لدينا لأن الهيمو دائلس أصلاً مع الهيمو دائلس أصلاً. وهذا السبب أن الناس لا يعرفون. الحاجة الثالثة والأساس هي أنه لكي نعمل أو يكون لدينا بدي بروجرام. في الولايات التي لا يجب أن نعمل واحدنا. يجب أن يكون هناك شيئا اسمها بوليسي. والبوليسي تكون يعني معضدة أو يعني وراها. يجب أن تكون مركزة في هذا الموضوع. هذا تقريباً آخر سبب موجودة معنا في هذا الجزء. هذا التعامل على سبعتاشر دولة في الست كارات. هذا التعامل يتقارن بين أربع الأشياء. وننظر على هذا التعامل ونفكر فينا. الأربع الأشياء هي الإنقام بتاعنا. بتاع البلد. ثانية حاجة الريت أو البريفلانس بتاع الرينار بلاسمنت سيرابي. وبعدين اتكلمت البريفلانس بتاع البيدي اللي موجود في البلد دي. وبعدين اتكلمت على الانسيدنس أو معدل. نحن نأخذ بلد واحدة فيهم ونظر على بلد واحدة اللي هي المكسيك. هو المكسيك الإنقام بتاعها مش أحسن حاجة شبهنا ممكن يعني. رغم أن المكسيك الإنقام بتاعها إليل. لكن الرينار بلاسمنت السيرابي اللي موجودة في المكسيك تعتبر عالية بالنسبة لباية البلاد. هم الناس دي فكرت أنها عندها إنقام ضعيف. وفي نفس الوقت هي محتاجة أنها تقدم الرينار بلاسمنت السيرابي الأكبر عدد عندها. فابتدت تشوف الحاجة المستفكتب. ومستكوستي يعني نستكوستي. فابتدوا يأخذوا ديسيجن أنهم يعملوا حاجة اسمها بوليسي البيدي فرست. أي عيين سيحتاج دياليسي سيبتدي على البيدي. والإكسيبشن سيبالهيم دياليسي. فابتدى يبال بلوتوني على دياليسي اللي موجودة عندهم أعلى بكثير من أي بلد تاني. وهما برضو نفس البلد دي هنلاقي أن السنترال فينس كاستر انسيرشن هم عندهم عالي. يعني هما البلد دي فكرت بنفس الطريقة التي شبهنا. هي الإنقام بتاعها إليل. هي عندها إحتياج كبير للرين الربراسمنت السيرابي. هي حطت شافت عشان تقدر تخدم الناس دي كلها نتقدم البوليسي اللي هي بتسميها بيدي فرست. وبعد كده. وشافوا أنهم لا يقدروا يغطي القصة بتعليم دياليسي. خاصة لو كان القصة بانكلودة بواق السنترال فينس كاستر بكل التداعيات الموجودة. وبين هنا وطبعاً الحصائية دي بدأت تتكلم نقطة فلسفية. إنه ليس الإنقام بس هو الأساس. يعني هو اللي متحكم في أن البلد دي تبع البريفلنس بتعليم دياليسي أعلى ولا البيدي أعلى. لكن هي بتوابقي أسباب كثيرة وحطت الأسباب التي ممكن تكون في هذا الموضوع. وبدأت تتكلم عن سبب سبب. لكن المهم بالنسبة لنا أن البلد اللي هي شبه دي. اختارت البوليسي اللي بتقول البروتونية لدياليسي فرست. إحصائيات دي بقى هتتكلم عن البروتونية لدياليسي باي سي. كل اللي فات كان إحنا بنشوف بس إحنا السيكي دي إحنا فين بالنسبة للناس الموجودة. هذه الإحصائية دي بتتكلم عن البيدي. هذه الإحصائية دي هتتكلم عن حاجات أساسية كلنا. عارفنا أنه ليس أخوشي فيها الكثير. يعني بتتكلم عن البيدي أول حاجة بتاعت البيدي. وإزاي هو ممكن إحنا نستخدمه كبريتجي للترانسي بلانتيجن. وبتالي تحط كل الأسباب أنه طبعا مور إيزي وأنه ممكن يضانيها تهم. وأنه ليس يحتاج لي أن أدرايب الهيمو دياليسي سنتر. وأنه هو قصد إفكتيب. وأن الهيمو دياليسي بتبقى أقل. وأن الفريضم بتاع البيشنت والساتيسفكشن بيكون أعلى. وبتالي تتكلم عن إن فيه إمبروب لايف قولتي في البيدي عن الهيمو دياليسي. والبريزيرفاشن بتاع الريزيد والكيدني فونشن. وهناك كل جزء هذا. وأكدت على ثلاث حاجات مهمة جدا أنه محتاجة للبيدي بالذات في الهيمو دوليبون كونترز أو الهيمو دوليبون كونترز. وقالت لأنه سهل ولأن الاحتياج للتريند normal. وأن محتاجة ليك أفضل ولكن هذه حتة مهمة جدا لما يأتي الأفراكية ست Produkt. وبالتالي كان يفكرهم والهيطرما ، إن أحد وتكمل التعامل بإعادة البيضية تشبه فوء مدعا لدي جاد لدي للقيام وبدأت ترجمة هذه الأحسائية أيضا أن أسماء البريفيلان وطلس تدريب البيضية في الأعالم يزيد لهذا لأن العدد فوء مدعا لدي لدي على دياليسية ولكن البريفيلان المدعا للبيضية تحدث يعني الـ prevalence of BD only-wide هو declining. ليس لدينا فقط. وابتدت بعد ذلك تتكلم عن الأسباب. لماذا هو الـ utilization الاجئة؟ الـ utilization الاجئة للـ BD لأن نحن نقوم بحيث عن الوحيدات كثيرة حتى في البلاد التي لديها لقيم. أن الـ private sector يبدأ بخدمة الـ dialysis. أن نحن كـ physician وطبعاً نقصرين على الناس لا يستطيع أن نعلم الناس الـ BD أو نكلمهم عنه. يعني الـ education already. وحطت تكلمت على نفس الفكرة أن الـ BD cost تقلب كثير من الـ dialysis cost. وطلعت بـ conclusion بقى الإحصائية دي أو الـ paper دي. الـ conclusion دي مهمة جداً أن الـ chronic kidney disease والـ end-stage renal disease are going to be more prevalent globally. أن الـ increasing the utilization of the BD is an important option to be considered. الـ BD should be considered the preferred method when developing renal replacement therapy program in developing countries as it has several benefits and excellent option for renal replacement therapy in patients suffering from end-stage renal disease. وهم يقترحوا أن أنتوا بدل ما تبنوا أماكن للـ dialysis للـ hemo dialysis، ابنوا مصانع تصنع الـ BD fluid. هذا هو الـ paper. سنذهب إلى الأفريكا قليلاً. سنجد أن أفريكا وضع فيها أفريكا أكبر دولة من تعدادة السكان. هي أفقر دولة. يعني عناح الـ African countries اللون موجودة يعني تريد إلى الـ�نان الـ一直ørه من 9%-16% يعني هل هناك 100 شخص محتاج رينا للـ Ay수 CD يريد إلى الـ 16 شخص منهم. سنجد إلى 84 شخص che faremement Institute of 10-16%, وهو الهيمو دياليسي وان البيدي موجودة يعني اكتر بلدين موجودة فيهم بيرتونيالياليسي وهو ساوز افريكا والسودان وطبعا لان السودان حفظت بروجرام لها وقالت احنا ليه عندنا البيدي إليه وحطت اثباب هي شبه الاسباب اللي احنا كلمنا عنها قبل كده بس ابتدت تقول ان الكوست هنا اعلى طبعا هنا الكوست اعلى لان بالمقارنة بالبريفلانس نمبر يعني كل ما العدد بيقل كل ما الكوست بتوبازين فده السبب الكوست العالي ثانية حاجة قالت ان الناس في افريكا بيعتمدوا في ان هم يعني ياخدوا الخدمة الطبية دي بيعتمدوا على نفسهم في ان هم يدفعوا تمانها فبالتالي الناس ما بتقدرش تعمل حاجة زي كده وقالت ان الانسي دانسيريس بتربطونيس عالي شوية بسبب الجو بتاعنا وجوزء زي كده علشان نبتدي نقول ان ليه البي دي هيبقى مناسب في افريكيا اكتر فيه بسبب مهم جدا كلنا يعني عارفينه وبيحصل قدامنا ان الليد بريزنتيشن بتاع كل عيان يوصل على الدياليسيس فبالتالي هو ما فيش اصلا ما فيش ديكشن ما فيش ارلي دياجنوزيس ما فيش ارلي بريفاشن لليو دياليسيس او حتى للبي دي فانا طالما هابتدي عامل حاجة اسمها او ان بلاند دياليسيس يبقى ابتدي بالحاجة الاسهل في البيلاني اللي هو مفروض البي دي ودي جزء حطته يعني لأفريكيا بالذات او يعني للشبهنا ان انت طالما عندك حاجة اسمها ليد بريزنتيشن يبقى فكر في حاجة اسمها ارجنت ستارت بريتونيو دياليسي وبدأت تتكلم برضو على نفس الاجزاء ان احنا ما عندناش في افريكيا النور بريف نفرولوجيس عمتن في افريكيا قليل وبالتالي البي دياليسيس او ريلي قليل وبالتالي البي دي قليل وحطت نفس الاسباب العالمية يعني احنا جزء من كل نحن نقولها دي بس هو من ضمن الحاجات ان كان يفضل البي دي في افريكيا بالذات ان فيه دي ديسترز بتحصل في افريكيا عن اي قارة تانية فاحنا البي دي هو مناسب لحاجات دي فالديزاسترز دي فكر اجعتنا للعشرين عشرين الكوفيد فازاي الناس استخدمت البي دي ان كانوا يحل لهم مشكلة كانت قابلتهم بسبب الاكيوت كدني انجرز اللي حصل في الكوفيد او بسبب الناس اللي كانت على كرونيك دياليسيس بس يحتاجوا ادميشن في الهوزبيتال وبالتالي الريئ تبتزيزي الاحسائيات هذه حطت بروتوكول ويبتدون كيف تحتخدموا البي دي فارست لما كباسكت العديد البي دي سينترزيز في الأكثر من 75% ونجحوا جدا وقالوا أننا شابه بسياري صحيح للمشكلة اللي هو البي دي وعطوا للمشكلة البي دي وعطوا اجوريزم وبوزء دوائي تمام. في مصر مراء. خلصنا الجزء الأكبر من التسكي الذي نتحدث فيه أننا رأينا العالم كله يفكر كيف؟ رأينا المشكلة التي لدينا موجودة أخرى، ليس نحن بسر وحدنا رأينا أن الناس بدأت تضع حلول وضعت هذا البيض من ضمن الحلول الأساسية للبلاد في ظروفنا الإبيديميولوجيا الموجودة في مصر ما يحدث؟ بدأنا أنها مدالسس في مصر في سنة 64 وبدأنا البيض من ضمن الحلول في سنة 97 هناك سبع مليون من ضمن الحلول في مصر عندهم سيكي هناك 61 ألف واحد على ضمن الحلول في سنة 2019 والسنة يقولون أن هذا الرقم وصل إلى 77 ألف البيض من ضمن الحلول في مصر نحن كلنا هو الكام شخص الذي نقدم لهم هذه الخدمة معنا منصورة دولة وأماكن إليها يعني عددنا 29 في مصر كلها 100 مليون يعني البيض من 29% بير مليون بيضو والحسائيات التي يقولون أن هذا الرقم فعلا أقل يعني 2017 كان الرقم أو 29 في الحسائي لا نعرض بعد ذلك لكن نحن الآن لدينا عدد الحالات الموجودة عندنا حوالي 15 حالة فنحن في الرقم هذا الرقم هذا الرقم أسف حسنا أسف 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 طبعا البيض يعني البيض الموجودة الموجودة في مصر البولية منصورة والحسائيات ت姐تبتتكلم عن Dublin والحسائيات الآ straw و الأحسائيات الثانية عملها جامعة المولوفية في 2017 هي جامعة المولوفية جاءة Perónica إخبت coat JongReji المحام و هي أخذت�� الحالات التي موجودة في العاتب العالم التي كانت عندها خمس intervention فالحسائيات جميعها مع 22 حالة فهذه الحسائيات الموجودة وهذه الحاجة التي نتوقف حسنا ببعد أخذى هذه الحسائيا ندخل بعد ذلك الدماغور ما ن Horizon WHAT التي نرى في 22 سنة لفتح. هذه الفكرة كلها بدأت عندما دخلوا قرار ان البيدي يخش مصر في سنة سبعة وتسعين. بدأوا يشوفوا المستشفيات التعليمية. يشوفوا مستشفى أحمد مهر ومستشفى الساحل وهذا منهور التعليمي. خذوا منهم الناس والناس دي راحة تتدربت. ورغوا عشان يعملوا البيدي في مصر. بدأت القصة كلها بدأنا في 2001. ستتقسم على ثلاث أجزاء الجزء الأولاني عندما بدأوا فعلاً من 2001 إلى 2003. وهذا كانت مثل فاند مخصصة للموضوع. وكانت الدنيا وردي وكل شيء تمامه. لم نستطيع أن نكمل بعد 2003 لأن كل فاند خلصت. وبدأنا بقى يبدأ عندنا بيشنت. والبيشنت لا يفهد أن نرى لهم حل لأنهم لم يكنوا على السي إي بيدي. ورجعناهم للموضوع السي إي بيدي. وبدأنا نقول ماذا؟ السي إي بيدي في مصر أو ماذا؟ وجدنا أننا لدينا أزمة أخرى. أننا لدينا شيء اسمها بيشنت محتاج إلى دياليسي. وعنده بور فسكلر أكسس. فبدأ يبدأ في شيء اسمها لايف سيفين. فبدأنا نفكر كيف يجعل الناس دولا ستيلا لايف. ونحن لدينا أكسس. فبدأنا ندخل في المرحلة الثانية التي هي من 2004 التي نكمل معنا الغدوات. وهي من 2022. ونحن نحن في هذه المرحلة حصلت إطافرة. شيء دكتور عماد الدين عبد الفتاح فكر فيها. وعملنا شيء كذلك. هذا project اسمه الكنيكتور. وفرق معنا في ماذا سيحدث. في هذه الثلاثة فترات، نحن نقارن بالنسبة. ونقارن بشيء اسمها type of solution. لأننا سيفرق معنا ونتحدث عنه بعد ذلك. ونتحدث في selection criteria. ونتحدث في ريتف بوروتونايتس. لأن خلاص. ثلاث داية ويبقى type of solution. لأن الحاجتين الأساسيين. عندما أتحدث عن type of solution. عندما أجد أن أجد كتير من كل المراحل. يبقى أن type of solution ليس فرق معنا. عندما أتحدث عن ريتف بوروتونايتس. عندما أجد أن في الفترة الأولانية. ريتف بوروتونايتس لا يوجد. لأن كان هناك good selection. هذه نقطة. لكن عندما أتحدث عن ذلك. في المرحلتين الثانية. فبالتالي ريتف بوروتونايتس. 1 إلى 10 إلى 1 إلى 18. يجب أن نجد عند 1 إلى 18. في مرحلة ضريفة. المرحلة الأولى. وقلنا أننا نعود للمديرس بسبب أن لا كان هناك solution. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية. التي نحن فيها لغاية الدوعة. وده من 2010. لغاية 2022. هذا عدد الpatient الذي نشتغل معهم كل سنة. يعني. مثلا. أكثر عدد اشتغلنا معي. 39 حالة. وقلنا عدد اشتغلنا معي كان 18 حالة. برير. يعني. أنا أريدكم تبصوا على. هذا ولد اسمه أحمد. أنا طلبت منه مبارح. لأنه سيقوم بعمل لهذا الفيلم. وهو قف تانية كلي تفوقه. وهو. قف تانية كلي تفوقه. وابتدى. يعني. يعني. يحتاج دهاليس. فهما بعثوه. انه يشتغل بي دي. هو هنا. بيبتدي. يشتغل. النقطة دي اسمها. الكون. عايزين ناخد بالنا منها. عشان ديها تفرق معنا. هو بيعمل. الكون. للأسطرة. الاسطرة. مع. وحاجة اسمها. الواي شيف. ديوبس. تمام كده. وبيبتدي. يعمل. اول حاجة. يعمل. وبعد ذلك. بيبتدي. يعمل. وهيخلص كل القصة دي. وهيجي. يعمل حاجة اسمها. المشكلة عندنا. في الكون. والديسكون. اللي احنا شفناه ده. اسمه. سيمي كلوز. دي. لان. دي. حاكتين في السيكل. ابتدوا يتكسروا. تمام. دي النقطة. اللي احنا. يعني. بقين احنا هنا. بالمنظر ده. دوقتي اسمينا. سيمي كلوز. في الوقت ده. في الوقت اللي احنا الحالي. اللي هو من 2004 إلى 2022. عملنا. كروس سيكشن. اللي هي اتخذت بعد كده. يعني. جامعة الملفاحة. نشرتها. وعملنا. اللي هيكت على 22 حالة. وكل الحالات دي. كانت. بور فاسكولي الأكسس. ونضطرنا نلقل. كلايف سيمي. ودي الداتا بتاعتها. اللي هما من. والاورج. سي بي دي. يعني. كان. واحد وسبعة. زاد أو ناقص. واحد وثلاثة يير. والكتي اوبرفير. بتاعتهم. كانت واحد وتسعة من عشرة. يعني ايه. ده جزء ايه. المرحلة دي بقى لكت مفوض النور اللي انا كنا يعني. منتظرينه. أو يعني. اتفاقلنا بيه خير. واننا مفروض نعمل حاجة. انه. الكنيكتور ده. هينقلنا. من السيمي كلوزد. للكلوزد. يعني هينقلنا. من ريتف بورتونايتس 1 لعشرة. لريتف بورتونايتس 1 لـ 18. ولما نعمل جود سيليكشن. ينقلنا للن اللي انا كنا معافي في فردينيوس في الأول قصر. بس طبعا حصلت بقى شفاية حاجات انا مش عارفة التفاصيل فيها كتير. بس يعني احنا ايه. ما وصلناش للمرحلة دي. بس هي عمدا المرحلة دي هي المرحلة بتاعت. اللي هي بعدها بكام سنة كده. كده شفنا حاجة اسمها ستي سيف. بتاعت فردينيوس. فلو حضراتكم تبصوا عليها. هتعرفوا الفكرة. الكنيكتور دي قديم. احنا بنرجع بس لو قلناها قبل كده. بنقول ان السليوشن اللي احنا استخدمناها في الفترات دي كلها كانت بين فرزينيوس. والناصر وتسوكا. والكيتي اوبر بي كان واحد. بنقول ان الريتوف بروتونايتس كان عامل كده. لو قلنا سبب كل حاجة فيها. لان في الفترة اللي احنا فيها نستخدم السيمي كلوز. واحنا عايزين نستخدم حاجة كلوز. بس مش عارفين ايه هي. ونستخدم نستخدم الفرزينيوس. لان احنا عادي. البروتوكول اللي احنا نشتغل به هو بروتوكول بسيط جدا. احنا بنقادمية البيشنت. وبتدي نركب له شيء اسمها تنكو في برتوني الكاستر. على حسب حالة البيشنت. نبتدي نشتغل. اتوانس. ولا نشتغل بعد اسبوعين. بعد ما تكون حصل. يعني. يعني. لو هو العيان ما له اي اكسس. وانا مضطر اخسله. يبقى انا هبتدي اشتغل بلو بوليوم. و. 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 لو العيان ممكن يستحمل معي. هبتدي اعمل وش لمدة اسبوعين. هبتدي استغل. بعد كده. بعد كده. بعلم الريلاتف او البيشنت. هو نفسه ازاي اشتغل البيشنت. وبعلمه ازاي اخد باله من الكير بتاع الاسطرة. وفاهمه يشتغل ازاي اتنين لتر اربعة سايكل. في اليوم. وفاهمه الدنيا اخبارها ايه. واجيبه كل شهر. ادي له المحليل بتاعته. وفي نفس الوقت اعمله ايه. الروتين بتاعته. واسحب له التحاليل بتاعته. واتطمن عليه. لو في حاجة ارجنت حصلت. يكلمني بالتيفون. يقولي انا عندي ابدومين البن. واتكمل معي القصة ايه. الانسرجن بتاع الكاستر. هذا انا مش اتكلم فيه. بس احنا نشتغل في دمهوره. بثلاثة ابروتش. يأمل اوبن. ويأمل لابروسكوبك. كاترت الجراحة. ودكتور ايمان الوكيد. سوف يتكلم عن الجزء ده في الوراي على طول. يأمل نشتغل البركوتينيس في العناية. او عندنا في الوحدة. او سواء كاترتا سند جايد. او قلوس. مش هتفرق يعني. اخر سلايد في المحاضرة. اخر سلايد. البيدي بروبلم انيزيو. ما نقوله هو لتجمع البركوتينيس في وضع البيدي. كميونيتي لتعرفة البيدي. البيدي ليس عارفة البيدي. اخر سواء مشكلتنا. نحن نسميها عنويلينج. سميها شورتج. البيدي ليس عارفة. لاننا لا ننكرجهم على أي شيء. الجزئين الأخرين عليهم علامة استفهام كبيرة. لانه لا يوجد محاولات. نحن نعمل بالمحاولات. نحن نعمل بالمحاولات. ان هذا المحاولات على عالم تستفهام. لان عندما نبدأ لدينا المنفاكتور. هذه الحكاية ليست مختلفة. الناس الذين تتكلمون عن هذا المحاولات. فقط. هذه الإحصائية في 2020 و 2021 و 2022. للبرميكاس. هذا الرقم. هذا الرقم. يحتاج إلى تركب حوالي من أسطرتين لثلاثة برميكاس في السنة. يحسيبوا القصة. ويحسيبوا. وهو تركب قبل كده تنفره على دي. ونبتد نتكلم عن القصة. لكي نعمل بيدي في مصر. يجب أن يكون لدينا بروجرام. يجب أن نكون متأكدين أن نريد أن نفعل شيء كذلك. لنضع دماغنا أن هذا الرقم. يوجد أن يكون السيكي بريفرانس ويزيد. أن المتأكدين أن يكون المقاتلين بكتانين. أن القوة من البيدي. أن التي هي المقاتلين بها. نعمل حدثة المقاتلين بأن المسؤولة بما يجب. أننا نحتاج إلى ثلاثة حاجات، تقول الجليل أو يحد وحد أصحاب القرارات يكونوا موافين على الفكرة، أننا نبدأ، نوفّر بريطنية الفلاودية في مصر. الحاجة الثالثة أن نعلم الناس شكرا